السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب مدرسة أنجال الصف والأهلية الصف الخامس أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان الصفة وهو يتبع درس الوظيفة النحوية لكي نتعرف على الصفة نبدأ بالمثال التلميذ المهذب محبوب الأول نسأل نفسنا هل هذه الجملة إسمية ولا فعلية؟ أول كلمة في الجملة التلميذ هذا إسم ولا فعل؟ طبعا إسم إلي عرفنا في علامة الإسم اللي هي الألف واللعم عندما تبدأ الجملة بإسم تكون إسمية وتتكون من مبتدأ وخبر طيب ما إعراب التلميذ؟ هي مبتدأ مبتدأ مرفوع بالضم تمام أين الخبر في هذه الجملة؟ التلميذ المهذب ها محبوب لو قلنا الخبر المهذب بتبقى الجملة نقصة التلميذ المهذب وقفنا لما أعطتنا الجملة إيه؟ معنى ما له التلميذ المهذب ده مش الخبر إذن أين الخبر؟ التلميذ ها محبوب تمام لو قلت التلميذ محبوب فقط أعطتنا إيه؟ المعنى إذن الخبر في هذه الجملة هو كلمة محبوب تمام طيب إذن المهذب هذه كلمة تصف التلميذ صفة التلميذ أنه إيه؟ مهذب ونلاحظ إن آخرها في ضمة وآخر التلميذ اللي هي الموصوف ها فيها ضمة إذن المهذب هنا صفة والتلميذ ها موصوف تمام يبقى هنا التلميذ اسم جاء في بداية الكلام فهو مبتدأ محبوب الكلمة التي تتم المعنى في الجملة فهي خبر إنتاز ماذا عن المهذب الكلمة التي تصف ها التلميذ فهي صفة تمام لا يصح أن أعرب التل المهذب خبرا لماذا؟ لأننا لو توقفنا عندها التلميذ المهذب لما أعطتنا ها معنى تمام تعال كده نشوفه بعض الجمل ونلاحظ كده مع بعض التلميذ المهذب محبوب قلنا التلميذ دي موصوف وهي مبتدأ مرفوع بالضم تمام المهذب دي صفة الايه التلميذ تمام لاحظ إن هي فيها ألف ولام والتلميذ ها فيها ألف ولام التلميذ فيها ضمة وكلمة المهذب اللي هي الصفة برضو فيها ضمة خلي بايا لك من الكلام ده تمام طيب المثال الثاني كرم المدير التلميذ المهذبة تمام كرم فعل ماضي المدير فاعل مرفوع بالضمة التلميذ مفعول به منصوب بالفتحة المهذبة زي ما قلنا صفة التلميذ أنه مهذبة استخلي بالك هنا الموصوف ماله مفعول به منصوب بالفتحة يعني منصوب بالفتحة المهذبة صفة بس منصوبا مرادي بالفتحة ماذا تلاحظ هنلاحظ أن الصفة تتبع الموصوف في العلامة الإعرابية طيب تعال في المثال الثالث سلمت على التلميذ المهذبة هنا هنا في حرف جر على التلميذ اسم مجرور بالكسرة المهذبة صفة التلميذ وهو برضو مجرور بالكسرة نلاحظ أن كلمة المهذبة جاءت مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة وهي بذلك تتبع الموصوف قبلها يعني الصفة اللي هي بالأحمر بتتبع الموصوف في العلامة الإعرابية قبلها أضع في كل فراغ الكلمة المناسبة تتميز مدينة الرياض بشوارعها النقية لا الضيقة لا الواسعة بشوارعها الواسعة تمام يتمكن العامل نقط من الإنجاز العامل الطويل ما الطويل والقصير برضو هيتمكن من الإنجاز الجميل لا النشيط يعني على حسب المعنى يتمكن العامل النشيط وتلاحظ تضم في العامل وإيه وأنشيط يبقى النشيط هذه صفة العامل واخدى نفس علامة الرافع تمام اللي هي الضم تافئ المعلمة الطالبة ها المجتهدة تمام الطالبة ها مفعول به منصوب بالفتحة المجتهدة مالها برضو منصوبة بالفتحة وهي صفة للطالبة صفة الطالبة أنها مشتهدة نلاحظ أن الكلمات التي وضعناها في الفراغ ها وصفت الإسم الذي قبلها وتسمى صفة تمام أملأ الجدول الآتي فقد بصره في سن صغيرة تمام الصفة هي صغيرة الموصوف ها اللي هو اللي جاب لها ها سن سن صغيرة صفة السن أنه صغير أو كبير وهكذا طيب تلاحظ حركة آخر الصفة كسرة حركة آخر الموصوف اللي هو سن اللي هو بالأخضر ها برضو الكسرة طيب أول من جربت طيران ها شاب عربي يبقى صفة الشاب أنه عربي تمام يبقى الشاب هنا هو الموصوف شاب عربي دي الصفة شاب ما لها هي دي الموصوف تمام طيب آخره حركة آخر الصفة ها أضم حركة آخر الموصوف اللي هو الشاب شاب الضم نلاحظ أن هنا الحركة المتشابهتين في كل من المثال الأول والثاني طيب طور المصممون الطائرات الحربية كثيرا تمام طيب أين الصفة الصفة الحربية تمام طيب أين الموصوف الطائرات تمام طيب حركة الصفة اللي هي باللون الأحمر هتلاقيها الفتح تمام طيب حركة الموصوف اللي هي باللون الأخضر هتلاقيها الكسرة آه خلي بالك إعراب الطائرات هنا تعال نشوف طور فعل ماضي المصممون ها فاعل مرفوع بالواو جمع جمع مؤنس سالم الطائرات مفعول به والمفعول به خلي بالك الطائرات دي جمع مؤنس سالم المفعول به ينصب ها بالكسرة نيابة عن الفتحة في جمع المؤنس السالم ارجعوا للدرس اللي هو خدناه في الترم الأول أو في الكتاب الأول يبقى الكسرة نيابة عن الفتحة يسير قدموا في الأوعية الدموية إلى الرئتين تمام أين الصفة الدموية أين الموصوف الدموية تمام بالك الأوعية دي قبلها حرف جر إذن هي اسم مجرور وعلامة جر هي الكسرة وبرضو الصفة بتاخد نفس علامة الموصوف يبقى برضو هتاخد الكسرة هنا الكسرة والكسرة استنتج الصفة اسم يذكر لبيان صفة من صفات اسم قبله يسمى الموصوف تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر